اذا بتسمحيلي اساسة نسرين ممكن نشوف بعض اللقطات تورجونا بس الفيديو هيك نسترجع بعض اللقطات من مجموعة من الأعمال السابقة يلعب بي انا ده نلعب بي واجيب وودي وارقعو تاني بس انا انا قلت يمكن يقول حاجة كده ولا كده نقدر نعرف حكاية اهلو دي خايفة لا تكون بدك تتضحك على العقل لا 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 يا بنت الناس وجهي وجه واحد عديم المروعة ما شاك لعدلش هلحكي سمعت الناس بيقولوا اللي بفرح كثير لابد بتصيبه مصيبة بعدها كيفك استعز امير مين معي انا ليلة ليلة اللي شكا عندك اليوم والشركة بالصدفة شفتك بالشركة حبيتها هاي عب افكر على اغنية بعرس الفاتينة الزهبية هاي تبعيد الحواجب ما غيرها بدلك عليها بعدين مو احسن من التسعية اسمع السماعة التسعية قالهم صدق اني محاسر شيء للجرح اللي بالقلبة غير عادي يعني حقك بحقلك بحقلك تجوز بس هيك شو بدك يعني قللك قللي لي مبروك مبدي قللك مبروك ليش شو مفرحتي لي لا انا بخير يسقط الحرب يسقط المسيح يلعب بيانا موضوع اللهجات وتنقل اللهجات يعني شفناك اول شيء اهل الشام يعني لهجتهم معروفة بعدين منروح لأشي مختلف تماماً لهم اهل الحلب شفنا اشي من اللهجة الفلسطينية وكمان المصرية كمان مصري والبدوي والبدوي العقاب والعفر العقاب والعفر العقاب والعفر ما كان الأصعب عليك نسرين من اللهجات انا بحس ما في ولا لهجة صعبة علي كمان مصري انا بحكي معكم فلسطيني على أردني كمان لا شعورياً انا بس حدا يحكي معي مصري بحكي معه مصري حدا بيحكي معي سوريا بقلع بسوريا فصراحة كلهم كانوا سهلين وبنفس الوقت كلهم كانوا صعبين بمعنى هلأ انا ما بعرف ارتجل يعني مثلا اذا بتقليلي مصري ممكن هلأ صرت اعرف ارتجل بحكم انه عاد فترة هونيك بس لما بدي ارتجل والنفترد بدوي صعبة شوية يعني بدي سكريبت اذا بدي ارتجل جزائري مغربي اماراتي بدي سكريبت بس لما بيكون في معانا حدا او مهنة بالفن اسمان مدقق اللغوي او مدقق لهجة بتصير الامور اسهل يعني باعد معه بحضر بجهز بحيث تبين انه مش انه انا عم بعمل حالي عم بحكي اللهجة لا لانه انا في عندي احساس في عندي كاميرا في عندي المخرج في عندي النص لازم اتذكره وفي عندي اللهجة ستتخليلي كم شغلة والشخصية والشخصية والكاركتور والإحساس كله مع بعضه فقديش الواحد يكون عنده تركيز قوي وفصل حواس لحتى يجمع كل هدول الشغلات مع بعض وانا اصلا بنت حلب انا موليد حلب فاللهجة الحلبية اي تينك هي كانت الاسهل بالنسبة لي والشامية طبعا بحكم ان انا عيشت فترة طويلة بالشام يعني لما كنا عم نحضر وشفنا هذا المقطع من باتفكه هذا كان واحدة من حلقات بقع الطوق اتقنتي اللهجة الحلبية الحلبية انتي والست اما العرفة بطريقة رائعة جدا بس انا هون كنت حابدة اسألك احنا شفناك بالعديد من الادوار يعني قدمتي مثلا بادوار للدراما الكوميديا والترجيديا وين بتشوفي حالك اكتر يعني وين بتحبي بتحسي انك انتي بتتقني اكتر الدور هلا انا كممثلة المفروض انه اعمل كل الادوار وكل الانواع الفنية سواء كان تاريخي سواء كان كوميدي ترجيدي مسرح سنما استعراض لانه انا بعتبر انه انا بنت المسرح والمسرح فن شامل يضمر الرقص الغناء التمثيل الأداء كوميديا ترجيديا الى اخرى فبحب اعمل كل شي وبحب اضل انوع ولكن انا الاقرب لقلبي هو الاشياء الكوميديا لانه ما بحب ابكي الناس ما بحب ازعل الناس هلا بشو كتير ايجاني كومنتات زعلتونا بكيتونا ازعلنا عليك اخر شي بالالزهايمر امي كل الوقت تشوفك و تبكي عليك يعني انا ناهرت عليهم بصراحة لانه ما بحب اصدر طاقة سلبية للعالم بحب اكون طاقة ايجابية على طول مسلسل جلسات نسائية هلا انا نشهد هذا اطلع تبع جمال سليمان يقولولي ذكرتنا بحبيبنا الفلاني هيتتذكر الاكس تبع هيتتذكر طليقة يعني فانا ما بتي ابكي الناس بصراحة هذا الشي ما بيسعدني انا سعادة الناس بتسعدني لما برسم بسمي على وش الناس انا بكون مبسوطة فلذلك بحب اعمل اشياء فيها طاقة ايجابية وان كان فيه دراما لانه الحياة مو كلا تضحك طبعا جزء من حياتنا الحزن والانكسارات والانتصارات يعني هي الحياة مبنية اصلا على القضات ولكن انا بحب التركيز اكتر يكون على الشغلات الاجتماعية طيب لو بدنا نحكي انه او نسمع تعليق واذا ما بدك اكيد بصير نغير السؤال خير ان شاء الله نغير السؤال وابو السؤال عادي خير الله ماشاء الله في القاوينة الاخيرة شكل الدراما يمكن تغير وتغير مش بالشرط انه لا سمح الله سلبي ولكن يمكن تطور او تغير شكله انا نشوف مجموعة من الاعمال المشتركة مجموعة من الاعمال العربية بتحمل وجوهها مختلفة من سوريا من لبنان من مصر ممكن من الاردن وعن تتصور فيه اكتر من مدينة عربية وبعدين وكأنه فيه توجه لإفراز خليني احكي مثلا نجوم جدد او طرح نجوم جدد على الساحة والناس بتسأل نجوم الدراما وين ليش ما عم يكونوا مثلا في هاي الانتاجات الدرامية وبحب اسمع تعليق والتعليق الثاني انه الحمد لله من فضل الله سوريا تعافت الان فبتتوقع انه يعني الدراما السورية ترجع بقوة وبشكل يمكن اوسع واكبر او تحكي فيه مواضيع اجتماعية وسياسية حتى حساسة مثلا خلال الثلاث او خمس سنين القادمة شو رأيك؟ هلا حبلش لك من الاخير ونرجع للشق الاول من السؤال الحمد لله هلا سوريا الاوضاع فيها على خير ما يرام انا طبعا كنت كل سنة من بداية الازمة الهلا كل سنة بنزل على الشام وكل سنة بنزل بصور صورنا في ظروف غامضة وصورنا شوق وصورنا كتير اعمال هونيكة والحمد لله الامور كلاتة تمام هذا الحكي مش مجرد حكي يلي بنزل على الشام بنزل وبشوف بعينه لا شك انه الازمة بسوريا والحرب بسوريا اثرت علينا كل اياتنا والحرب لما بتأثر ما بتأثر بس على اشي واحد بتأثر على كل الشغلات مع بعض يعني بتأثر على جميع القطاعات بالمجتمع الاقتصادية والصحية والفنية والفنية كتير لانه الفن عنصر هام وقوي جدا مؤثر بالمجتمع فاكيد ما في شك يعني ما بنا نكون مثل النعام ونتفن راسنا بالتراب ونقول ما أثرت على الدراما السورية لانه أثرت ولكن شو التأثير كان اعتقد انه مرحلي او مؤقت لانه الدراما السورية اللي وصلت لكل العالم العربي بهاي القوة مبنية على قصص جدا سابتة وراسخة من كتاب مهمين من مخرجين مهمين من ممثلات ممثلين مهمين من فنيين عندهم حرفية عالية من شركات انتاج فايته ودارسة موضيعة وفايته بجدية لحتى تعمل شي مهم من أعمال استثنالا ما بعتقد يعني رح تروح اباء من سورة وهذا التعب كل يعته أكيد ما حيروح بس لمجرد انه نحنا مارئين بأزمة بعتقد هي مرحلة وأكيد الدراما السورية رح تتعافى ورح توقفها رجليها وأعتقد سترجع أقوى من أول بإذن الله إن شاء الله نرجع للجقة الأول بما أنه صار في عنا شوي تأزم خلينا نقول أكتر شي تسويقيا بالدراما السورية يعني صارت العمال السورية تلاقي عمل قيم ومهم مثل عمل شوء ومدفوع عليه ماديا ومدفوع جهد فيه جهد معنوي كمان كقيمة ماديا وكريسالة ماديا أنا أعتبره من أهم الأعمال العربية للأسف ما تم تسويقه صح لكثير أسباب يطول شرحها ما بحب خوط فيها بس مثل كثير مسلسلات سورية ثانية تعرضت لنفس الموقف عملت بحرفية والناس تعبوا فيها وآخر شي ما تسوقت صح مو زنب شركات الإنتاج وإنما في عوامل ثانية أخرى خارجية خارجة عن إرادتنا لذلك صار في شركات إنتاج عم تتجه للأعمال العربية المشتركة لحتى تتلافى موضوع التسويق للعمل هذا حق مشروع لشركات الإنتاج إنه يعملوا أعمال عربية مشتركة ولكن بالنهاية نحنا بنعمل فن يعني مو لازم بس لأنه نحنا بنعمل عمل مشترك نخترع أو نفبرك قصة بس لحتى نجيب ممثلين من كذا مكان وأنا هاي الشغلة تعلمتها من أستاذ جمال سليمان قاله قبل بمره يعني ما بنسب هاي الفكرة للي وهي كتير فكرة صح إنه لازم العمل أصلا يكون فارد نفسه إنه يكون عمل عربي مشترك مش نحنا عم نجمع اسماء من هنا وهناك لحتى بس نقول عم نعمل عربي مشترك ما بدي أحكي على القيمة الفنية لبعض الأعمال لأنه خليني أنا أحكي أنت أحكي أصار ينصرف كثير على التقنيات وعلى الديكورات وعلى الحركات وعلى الأكسسورات أكتر من قيمة المسلسل هذه أنا حكيتها لا يوجد قيمة ما في بعد كلاما بس طبعا ما فينا لحتى ما نعمم ما فينا نقول كل الأعمال هيك أكيد في بعض الأعمال كانت يعني لسه في هذا التطش الحلو الإنساني الظريف بس الغالبية عم يتجه للأشياء الكوميرشال أكتر لأنه نحنا عايشين هلأ إيه؟ بعصر تجاري أكتر الناس عم تفكر طريقة تجارية أكتر وهذا الشي مو غلط بمكان بس مش كل الوقت كمان تفكر بأشياء تجارية إحنا بحاجة إلى محتوى وإلى نصوص عم بتحاكي الواقع اللي إحنا عايشين فيه ما تكون بعيدا والفن رسالة إنسانية بالنهاية صحيح